ونحن في اليوم الثاني من هذا المؤتمر التاريخي الذي لم يسبقه مؤتمر مثل ذلك بهذه الصراحة وبهذا الوضوح من قبل على الأقل في حياتي لم أراه أريد أن أعبر أن حكاية وطن ما بين 2014 لـ 2023 ما هي إلا عبور آخر عبور ما بين سياسة ترك المشاكل والأمر الواقع لأن يحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول على أرض الواقع بواقعية شديدة العبور ما بين سياسة الاحتواء وعلاج الأعراض إلى سياسة المواجهة الحقيقية العبور ما بين اليأس إلى بناء الأمل الحقيقي في بناء بلد جميعا نتكلم أن نستاهل أحسن ما نحن موجودين هذا الكلام لم يكن تعبير تلقائي مني ولكن ما شهدناه بالأمس من صور تمثل واقع مصر في 2014 وما حدث بها ثم ما نحن عليه الآن هذا وكل ما شهدناه إنما يترجم على هذا العبور العظيم التاريخي الذي نحن نشاهده ونكون جزء منه وهذا شرف لنا جميعا هدي مثال واحد من الأمثلة التي قالت دولة رئيس الوزراء وهو بيبص على المرور والمحاور وكان المظهر والمنظر شاهد وباعتراف الجايكة في دراسات سابقة والبنك الدولي في دراسات لاحقة إن مصر كانت ستتحول أو القاهرة الكبرى خاصة إلى جراج كبير لا يمكن التحرك فيه ثم ما قاله وزير اللقل إن الخسارة الناتجة من عدم كفاءة الطرق كانت تمثل أكثر من 8 مليار دولار وبالتالي وهدي مثال برضو معالي وزير الزراعة وما شهدناه من زيادة الرقعة الزراعية أحب أقول بس معلومة لو لا هذه الزيادة ما كنا استطعنا أن نحصل على القمح في هذا العام لأربعة مليون طن وهناك مثلهم في المجتمع مع الناس لسبب واقعي حقيقي إن تم زراعة العام الماضي 650 ألف فدان بنجر والبنجر بيحل محل الأمح هو نفس الموسم ونفس الأرض ونفس الحاجة ينزرع بنجر ينزرع أمح فإن لم يكن هذا الاستصلاح اللي أنا خدت منه السنة اللي فاتت 650 ألف طن أمح ما كنا نستطيع أن نحصل على هذه الكمية أو على الأقل بقاء الكمية المنزرعة من القمح ثلاثة واثنين من عشرة مليون فدان كانت هتقل طبعا السكر مهم جدا والحمد لله أننا مجح زراعة البنجر ولكن إن لم يكن هذا الاستصلاح تم كان سيؤثر تأثيرا مباشرا على مفهوم الأمن الغذائي والاستقرار في هذا البلد هقول بس جملة تانية في هذا المقام أريد أن أسأل نفسي وكل منا يسأل نفسه وكل مواطن يسأل نفسه إن لم نقم بتنفيذ كل هذه المشروعات في الفترة من 2014 لـ 2023 كل واحد يتخيل مصر كانت هتبقى عاملة إزاي ويحافظ على الإجابة لنفسه إذا ردي عنها خير كبير وإن لم يرضى عنها فيجب أن نستمر في التنمية والبناء حتى يكون هذا البلد بلدا يستحق أن نقول عليه أم الدنيا بحق وحقيقة عودة باعتزر عن هذا الموضوع ولكن أحب أن أعبر عن شعوري ورأيي في ما يحدث أمامنا الآن ترجمة نانسي قنقر